هل ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة نصرها تابت وفرعها في السماء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي الفضل والإنعام أوجب الصيام على أمة الإسلام وجعله أحد أركان الإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن محمد عبده ورسوله أفضل من صلى وصام وأتقى من تهجد وقام وأطاع أمر ربه واستقام وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المؤمنون والمؤمنات اتقوا الله واشكروه على ما أنعم به عليكم من بلوغ شهر رمضان واسألوه التوفيق على اغتنام أوقاته بالطاعات وأن لا يجعلنا وإياكم فيه من أهل التفريط والإضاعة فإنه إنما يفرح بطول العمر لأجل إدراك مواسم الخيرات والإكثار من الطاعات قال عز من قائل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون أيها المسلمون إن رمضان هو شهر الصبر يعود النفس على تحمل الجوع والعطش ويربيها على اجتناب المحرمات والإعراض عن الشهوات وإذا تربى المسلم في رمضان على خلق الصبر فقد نال حظا عظيما من العطاء والخير الرباني قال صلى الله عليه وسلم وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر وقد عرف العلماء الصبر بقولهم هو حبس النفس على ما تكره ابتغاء مرضات الله كما قال عز من قائل والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وهذا ما يفعله الصوم في صاحبه فهو يحجبه عن الشهوات ويبعده عن المحبوبات تنفيذا لأمر الله في الصيام فالنفس الإنسانية تحب الطعام والشراب وتكره البعد عنهما لذلك كان أجر الصائم كأجر الصابر لا يعلمه إلا الله عز وجل قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى سعب عمائة ضعيف قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي عباد الله فالصائم في رمضان يتعلم الصبر والمصابرة والتعامل مع الآخرين فالذي جعله يصبر على من جهل عليه هو الذي سيدفعه إلى معاملة الآخرين بالصبر على ما يصدر منهم وعندئذ يحظى بالأجر العظيم وينال شرف شهادة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أداهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أداهم وقد ربان القرآن الكريم على أن الصبر على المسيء خير من رد الإساءة إليه فقال عز من قائل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وهذا هو منهج الإسلام يربي على العفو والصبر عند الإساءة قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين عباد الله إن الصبر على أداء العبادة والقيام بها كما شرعها الله عز وجل مطلوب وضروري لأن فيه السعادة في الضارين والنجاة من عذاب الله وغضبه والتحصيل لمرضات الله وقد أمر الله بالصبر على عبادته فقال عز من قائل رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده والصبر لعبادته هل تعلم له سمية وأمر المولى عز وجل بالصبر على أعظم العبادات فقال وامره لك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر